هل تستيقظ بشكل مبكر للعمل؟ إذن هذا سبب كاف لتصبح وظيفتك أكثر إرهاقاً وحياتك أقل إرضاءاً هذا ما خلص له باحثون في استطلاع أجروه على قرابة 4500 شخص في جمهورية تشيك على مدى ثلاث سنوات الدراسة التي صدرت عن جامعة تشارلز أشارت لأن الاستيقاظ في الصباح الباكر بشكل غير طبيعي أي ما يعني استخدام المنبه للاستيقاظ يعزز من الشعور بالضغط فجودة النوم قد تكون أكثر أهمية وأكثر تأثيراً على جودة الحياة بشكل عام فالنظام الحياة المكتظ بالجداول الزمنية الصارمة يحتم علينا النهوض للعمل والمدرسة بشكل مبكر لكن المشكلة تكمن في صعوبة تعويض النوم المفقود فكلما طالت مدة نوم الناس كلما تحسنت صحتهم وسعادتهم الدراسة خالصة لأن الأشخاص الذين يعانون من ما يعرفوا بدين النوم أي عدم الحصول على كميات كافية من النوم يعني المزيد من الاضطرابات وزيادة عدم الرضا عن جودة حياتهم فالأشخاص الذين أفادوا بنوم جيد كانوا أقل إجهاداً في العمل وأكثر رضاً عن حياتهم فالاستيقاظ بشكل مصطنع عندما يرن المنبه يؤثر بشكل سلبي على ساعة الجسم الداخلية وبالتالي على جودة الحياة ومعنى اقتصاصي الأمراض الصدرية واضطرابات النوم دكتور محمد حسن الطراون الحديث أكثر عن هذا الموضوع صباح الخير دكتور صباح النور وأهلاً وسهلاً بك معنا بداية يعني كيف من الممكن أن يسبب الاستيقاظ باكراً الضغط لدى الأشخاص أولاً النوم مرحلة مهمة من مراحل الحياة البشرية يحتاج الإنسان بشكل طبيعي إلى ما لا يقل عن ثمن ساعات يومياً من النوم وهذا يشكل ثلث الحياة البشرية حتى يستطيع القيام بنشاطاته الجسدية والذهنية أو ممارسة الأعمال اليومية فالأشخاص الذين لا يحصلون على قصد كافي من الراحة وهو ساعات النوم الكافية يحدث لديهم اضطرابات في الصحة العامة وأيضاً اضطرابات في المقدرة على القيام بالنشاطات اليومية مثل الشعور بالتعب والإرهاق العام وعدم القدرة على إنجاز الأعمال اليومية وأيضاً ضعف في التركيز فالنوم يحتاج هؤلاء الأشخاص إلى أن يحصلوا على نوم كافي حتى يستطيعون ممارسة أعمالهم اليومية فالأشخاص الذين ينامون في أوقات متأخرة ويستيقظون باكراً فهم أكثر عرضة أيضاً ليس فقط لحدوث الضغط والتوتر والقلق فهم أيضاً معرضون لحصول العديد من الأمراض التي يساعد النوم في أن يبقى صحة الإنسان سليمة فأثناء النوم يقوم الجسم بالتخلص من معاملات الالتهاب وبذلك يضبط جهاز المناعة ويتم ضبط العديد من العلامات الحيوية وضبط عمليات الأيض والبناء داخل الجسم أثناء عمليات النوم نعم طب دكتور أنت تحدثت بأن الإنسان بحاجة يومية لثمان ساعات من النوم ثمان ساعات دفعة واحدة ولا مثلاً ممكن نومة الليل مع لومة الظهر يكون مجموهم ثمان ساعات فتكون هذه الساعات كافية الدخول في النوم مرتبط بالتناغم ما بين الليل والنهار وهو مرتبط بكمية الضوء فذلك عن طريق الغدة النخامية الموجودة أو الغدة الصنوبرية الموجودة في الدماغ وهي مسؤولة عن إفراز هرمون الميلوتونين الذي هو يؤثر على الشعور بالنعاس فيكون تركيز إفراز هرمون الميلوتونين أكثر بين الساعة العاشرة حتى الساعة الخامسة صباحاً وبعد ذلك يبدأ هذا الهرمون بالتناقص فعند البدء بإفراز هرمون الميلوتونين يبدأ الجسم بالتحذير للانتقال من مرحلة اليقظة إلى مراحل النوم كأن تنخفض درجة الحرارة ينخفض الضغط ينخفض نبض القلب وتبدأ حركة العين أيضاً بالتباطئ فللنوم مراحل حيث ينته عند الانتقال من مرحلة اليقظة إلى مرحلة النوم يحتاج الإنسان إلى الدخول فيما يسمى مراحل النوم فللنوم مرحلتين رئيسيتين حركة العين البطيئة وحركة العين السريعة فحركة العين البطيئة تنقسم إلى مراحل المرحلة الأولى والثانية والثالثة حتى الدخول في النوم العميق فيحتاج الإنسان تسمى هذه المراحل الدورة النومية فيحتاج الإنسان من أربعة إلى خمس دورات نومية حتى يستطيع الحصول على نوم كافي وصحيح وسليم وتستغرق الدورة النومية الواحدة من تسعين إلى مية وعشرين دقيقة نعم طب دكتور يعني الدراسة بتتحدث عن الصحوة بكير وأنه الإنسان يستيقظ باكرا مثلا بأوقات الفجر بأنه هي ممكن تعمله ضغط معين ولكن إذا الإنسان صحي بهذا التوقيت ولكن كان نايم مبكرا مثلا على الساعة عشر أو على الساعة تسعة وكانت استيقاث في تمام الساعة الرابعة أو الخامسة فجرا هل تعد هذه الساعات كافية وهل يعد هذا النوم صحي ولا بحاجة إلى ساعات مختلفة نحن كما ذكرت بحاجة من سبعة إلى ثمان ساعات يوميا وأن يكون النوم في الليل حتى يتزامن ذلك مع التغيرات الفيزيولوجية التي تحدث في جسم الإنسان وحتى لا يحدث لدى هؤلاء الأشخاص ما يسمى الحرمان من النوم وهو تراكم اليومي أو بشكل يومي عدم دخولهم في مراحل النوم جميعها وأيضا عدم حصولهم على الساعات الكافية فيحصل لديهم ما يسمى بالحرمان من النوم أو دين النوم فالأشخاص الذين عادة ما يضبطون المنبه على ما يسمى بالغفوة ويستيقظون بشكل متكرر فهذا يؤدي إلى الدخول بما يسمى بكسل النوم فعندما يستيقظ هذا الشخص وأيضا يعود إلى النوم مرة أخرى فهو لا يدخل في مراحل النوم عند الاستيقاظ مرة أخرى فهو يحدث ما يسمى بالنوم المتقطع ويؤدي ذلك إلى حدوث ما يسمى بالكسل النوم وهو حالة من عدم التركيز وحالة من الشعور بالخمول وحالة من التعب والإرهاق العام تؤثر على النشاط الجسدي نعم طب يعني عشان ما تأثر على الإنسان قلة النوم فيه هناك عدد كبير من الأشخاص يعانوا من الأرق يعانوا من مشاكل معينة بالنوم ما بيقدروا يناموا بشكل طبيعي بهذه الحالات دكتور هل بتنصحوهم كأطباء بأخذ مثلا أدوية معينة بتساعدهم على النوم لأخذ الساعات الكافية ويحتاجها الجسم من النوم يوميا أولا نحن لا ننصح باستعمال أي مستحضرات دون الرجوع إلى الطبيب المختص في هذا المجال فننصح الأشخاص أولا بالمحافظة على جودة وسلامة أو ما نسميها بنظافة النوم من خلال أن يكون النوم في ساعة معينة والاستيقاظ في ساعة معينة من أجل ضبط الساعة البيولوجية تهيئت الظروف المحيطة بالنوم أن تكون الغرفة هادئة الغرفة فقط للنوم الأضواء في الغرفة خافتة أيضا عدم تناول السوائل بكميات كبيرة قبل النوم عدم تناول الوجبات الدسمة قبل النوم لأن ذلك قد يؤدي إلى اضطراب في النوم وعدم استحاب الأجهزة الإلكترونية والتليفونات إلى غرفة النوم لأنه يصدر منها الضوء الأزرق الذي يؤثر على إفرازات الغد السنوبرية ويؤدي إلى اضطراب في النوم فإذا قام هؤلاء الأشخاص بكل هذه الإجراءات التي تساعد على الحصول على نوم صحيح وسليم ولم يستطيعوا النوم لفترة تزيد عن أو حدث لديهم نوم متقطع أو أرق فيجب عليهم استشارة الطبيب المختص لمعرفة الحالة المرضية وتشخيصها وأخذ العلاج المناسب نعم طب دكتور بحال الإنسان ما أخذ القص الكافي من النوم ما هي الأمراض التي من الممكن أن يتسبب بها قلة النوم والإرهاقة بشكل عام نعم السؤال مهم جدا فالنوم كما ذكرت مهم للعديد من الأمور الحيوية والجسدية أيضا فالأشخاص الذين لا يحصلون على قصد كافي من الراحة هم معرضون للعديد من الأمراض من أهمها وفي فصل الشتاء هي الإصابة بالاتهابات الفيروسية أو نزلات البرد لأنه أثناء النوم يتخلص الجسم من معاملات الاتهاب فيقوم بضبط جهاز المناعة فهم أكثر إصابة للعرضة بنزلات البرد وأيضا الجمعية أو الكلية الأمريكية للقلب أضافت في عام 2022 النوم أو ساعات النوم إلى العوامل الأساسية لصحة القلب فالأشخاص الذين لا ينامون بشكل جيد هم أيضا عرضة للإصابة بأمراض القلب بشكل أكثر من الأشخاص الذين ينامون بشكل جيد نعم نشكرك دكتور على كل هذه المعلومات كان معنا اختصاصي الأمراض الصدرية وأضطرابات النوم الدكتور محمد حسن الطراوني شكرا جزيلا لك دكتور يعطيك العافية